بعد كل استهداف حوثي للأراضي والمنشآت السعودية يتهيأ المدنيون في صنعاء لاستقبال مأتم جديد تحمل مقاتلات التحالف المحلقة في سماء صنعاء أسئلة مرهقة للمواطنين أين ستكون المجزرة هذه المرة؟ في أي حي وكم عدد ضحاياها؟ هذه المرة سقط الصاروخ على مبنى شعبي من طابقين في حي الرقاص المقتض بالسكان وسط صنعاء سقط قتلى وجرحى وتضررت عدد من المنازل المجاورة لا يفعل التحالف الكثير لمنع وصول مقاتلي ميليشيا الحوثي إلى مناطق المواجهات في الضالع وتعز والبيضاء لكنه يصاب بالهلع حين تستهدف الميليشيا منشآته مستجمعاً كل قدراته على إلحاق الضرر ليصبه على تجمعات المدنيين بعد كل غارة تستهدف المدنيين يبرر التحالف بأنه قضى على بنك أهداف للمعدات العسكرية والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة للميليشيا الحوثي التي تتواصل ضرباتها ولا يبدو أن مخزونها سيتضرر استمرار مجازر التحالف تحت لافتة استعادة الشرعية التي يعمل على تقويضها واقعياً يضع الشرعية والأحزاب السياسية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تهرع الشرعية والأحزاب السياسية لإصدار المواقف عندما يتعلق الأمر باستهداف هذه البلدان لكنها تصمت وتغيب حين يكون مواطنون يمنيون هم الضحايا صارت صور المجازري مجرد صور عابرة لا تحرك ساكناً لدى المجتمع الدولي الذي يتعامل بموازين الربح المادي على حساب ضحايا الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتحالف تواصل الدول الكبرى تزويد دول التحالف بالسلاح وتغض بعضها الطرف عن تهريب السلاح الإيراني للحوثيين ووحدهم اليمنيون من يدفعون ثمن جريمة الإنقلاب ونتائج إسقاطه اشتركوا في القناة